ترأس الفريق أول معالي شيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الاجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور سعادة وزير التربية والتعليم ومعالي وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير شؤون الإعلام وسعادة وزيرة الصحة وسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة ومعالي محافظة العاصمة وسعادة المفتش العام بوزارة الداخلية ومدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وأعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية وفي بداية الاجتماع رحب معالي الوزير بأعضاء اللجنة منوها بالظروف الراهنة والتي تتطلب تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا خاصة وأننا ملتزمون بالتعايش مع الأمر وفي الوقت ذاته اتخاذ كافة التدابير الوقائية وثمن معالي الوزير الجهود المبدولة لمكافحة المخدرات الأمر الذي كان له بالغ الأثر في الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2015-2019 بنسبة إنجاز تصل إلى 97% بعد ذلك بدأت اللجنة بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث اطلعت على إيجاز قدمته إدارة الأشغال بوزارة الداخلية بشأن موقع الأرض المقترح لإقامة المستشفى المتخصص لعلاج الإدمان وإعادة تأهيل حيث أقرت النجنة الموقع المقترح وأشارت سعادة وزيرة الصحة إلى استمرار دعم مختلف البرامج الهادفة والطموحة والتي تستهدف الشباب البحريني للوقاية من المخدرات مضيحة أن الوزارة ستكون رافداً لهذه المبادرات من خلال خبرات ذوي الإختصاص بمختلف المجالات وخلال الاجتماع تم الإطلاع على إيجاز حول برنامج معاً لمكافحة العنف والإدمان والذي تستفيد منه 82% من المدارس الحكومية وعرب مع الوزير الداخلية عن تهنيه للبرنامج ولوزارة التربية والتعليم على الجوائز التي أحرزها البرنامج في الفترة الأخيرة مشيداً بالمدربين والذين أصبحت لديهم خبرة في تقديم التدريب والمحاضرات معرباً عن أماله في مشاركة الشباب بالبرنامج خاصةً وأن معاً قدم هويةً خاصة بالبحرين وفي هذا السياق أكد سعادة وزير الشؤون الشباب والرياضة العمل على تقديم المحاضرات في المراكز الشبابية وتأهيل عدد من الشباب كمدربين وهو ما أشاد به معالي وزير الداخلية باعتبار ذلك جهداً مؤسسياً مقدراً ومن جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية العمل على سن قانون يجرم تعاطي المواد الطيارة للحدث حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجهات المعلية لاتخاذ أو لإعداد تقرير متكامل حول الموضوع يتم على ضوءه اتخاذ الإجراءات اللازمة وفيما أكد معالي وزير الداخلية على اتخاذ كل ما من شأنه حماية سلامة الأبناء أوضح سعادة وزير شؤون الأعلام أهمية التوعية اللازمة وشدد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على مسؤولية أولياء الأمور وعرض سعادة المفتش العام بوزارة الداخلية الإجراءات المعمول بها في مراكز الشرطة في هذا المجال فيما أشار سعادة وزير التربية والتعليم إلى أهمية التعاون وتكامل الأدوار في مجال التوعية بمخاطر المخدرات لافتا إلى جهود المؤسسات التربوية على هذا الصعيد وفيما قدمت وزارة شؤون الشباب والرياضة عرضا حول النسخة الثانية من برنامج الشباب البحريني للوقاية من المخدرات تكاتف أكد معالي وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف أن التنسيق القائم بين مختلف الجهات المتخصصة يشكل عاملا جوهريا في تعزيز فعالية إجراءات مكافحة المخدرات على جميع المستويات وفي نهاية الاجتماع أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص شكره والتقديره لأعضاء اللجنة على الجهود القيمة التي يقومون بها في إطار مواجهة خطر المخدرات والتنسيق بين كافة الجهود الوطنية في هذا السياق لتحقيق النتائج المرجوة